بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي التلاميذ المستوى الأول من التعليم الإعدادي مرحبا بكم في درس آخر من دروس مادة التربية الإسلامية مع درس آخر من دروس المادة في الحصة الماضية تعرفنا على درس القرآن الكريم هدى ورحمة العالمين من فاته هذا الدرس يمكن أن يجده في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن سأطرح عليكم وضعية بسيطة أتمنى أن تتركوا الإجابات في أسفل الفيديو وهي بمتابة تقويم تشخصي الوضعية تقول يقول أحدهم القرآن الكريم من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم ولا فائدة من تلاوة هذا القرآن الكريم وليس لنا واجب تجاهه إذن بناء على ما رأيت في الدرس الماضي كيف ترد على هذا الشخص هل أنت متفق معه أم لست متفقا معه وما دليلك في ذلك كيف تقنعنا من خلال ما رأينا في الدرس الماضي حاول أن تجيب على هذا السؤال وإذا استطعت كتابته في التعليق يكون من الأفضل دعنا عنوان درسنا اليوم كالعادة نبدأ بوضعية المشكلة من خلالها نأخذ عنوان الدرس ثم أيضا نحاول أن نعالج هذه الوضعية بناء على مجموعة من المحاور الأساسية إذن تابعوا معي هذه الوضعية إذن نقرأ جميعا الوضعية الوضعية تقول رأى سلمان مجموعة من الشباب الذين يتعاطون المخذرات ويفرطون في أداء واجباتهم الدينية فقرر أن ينصحهم فلما ذهب عندهم وكلمهم ثاروا في وجهه وأسمعوه كلاما لا يليق فحزن سلمان حزنا شديدا وقرر أن لا ينصح أحدا بعد ذلك وكل واحد يتحمل عواقب أفعاله إذن هذا سلمان إذن كان ينصح الناس كان يرشدهم لكن عندما يذهب عندهم ويرشدهم ما الذي يحصل له طيب إذن يقومون بإهانته ويتورون في وجهه ويسمعونه كلاما لا يليق مثلا هذا ليس شأنك يهتم بشؤونك وهكذا من الكلمات التي تعرفون إذن سلمان له صديقان لما طرح عليهم هذه القضية قال له صديقه حسام أنت على حق أنت على حق يا سلمان اهتم بنفسك فقط يعني هذا القرار الذي اتخذته قرار صائب ما دام أنهم لا يهتمون بكلامك ويسمعونك كلاما سيئا فعليك أن تهتم فقط بشؤونك وأن لا تستمر في نصحي أحد بعد ذلك أما مصعب فكان له رأي آخر قال بل عليك أن تتحمل وتصبر كما صدر السابقون الأول إذن تأملوا جيدا هذه الوضعية ودعونا كالعادة نستخرج الموضوع طيب إذن اكتبوا لي موضوع هذه الوضعية ها جميل إذن تأمننا الوضعية ماذا سنجد سنجد أنها تتحدث عن ماذا أها طيب أحسنتم إذن تتحدث عن قرار سلمان التوقف عن نصح الناس لماذا لأن ذلك سبب له الأذى وأيضا رأينا في الوضعية أيضا موقف موقف صديقاه موقف صديقيه من ذلك صديقاء لهما مصعب وحسام إذن كل أدلى بموقفه واحد اتفق معه والآخر عارضه جيد الإشكال الآن المطروح الإشكال الذي يمكن أن نستنتجه من طلاقة من هذه الوضعية نعم إذن هو هل ممتاز هل يستمر سلمان في دعوة الناس وإرشادهم ونصحهم أم يتوقف عن ذلك إذن هو لما كان يدعوهم فهم سببوا له أدى وشتموه وربما قاموا بضربه فهل يستمر في دعوتهم رغم كل ما تعرض له أم يتوقف إذن هذا إشكال الفرضيات الفرضيات فرضيات انتلقى من الوضع إذا تأمن سنجد فرضية هناك من يقترح عليه أن يستمر وهو مصعب وهناك من يقترح عليه أن يتوقف وهو حسام إذن عندنا الفرضية الأولى عليه أن يتوقف وكل واحد يتحمل مسؤولية أفعاله الفرضية الثانية عليه أن يصبر ويتحمل اقتداءا بالسابقين الأولين في نظرك أنت أيها العزيز وفي نظرك أيضا أيها التلميذ النجيبة لو كنت في هذا الموقف إذا كنت تنصحين الناس وترشدينهم وعاملوك بمثل هذه المعاملة التي عمل بها سلمان أهل ستستمر في الدعوة وتكون قد اتفقت مع مصعب أم أنك ستتوقف وتكون قد اتفقت مع حسان إذن تمنى أن تكتبوا لي الإجابات مع التعليل إذن جميل إذا تأمننا في الوضعية أن مصعب أمر سلمان أن يصبر اقتداءا بالسابقين الأولين ماذا يقصد بالسابقين الأولين إذن درسنا سيكون حول حول هؤلاء السابقين الأولين إذن عنوان الدرس هو صبر السابقين الأولين في الدعوة إلى الله إذن سننظر في نهاية الحصة عندما نأتي لتمحيص الفرضيات ما هو الموقف الصواب هل عليه أن يستمر أم عليه أن يتوقف إذن درسنا صبر السابقين الأولين في الدعوة إلى الله وفيه المحاور التالية إذن قبل ذلك تكتبون تحليل الوضعية حتى نمحصه إن شاء الله إذن تكتبون هذا في الدفتر بعد ذلك سنرسم هذه الخطاطة التي ستظهر لنقوم بملئها معا إن شاء الله إذن أولا السابقين الأولين سنتعرف على ثلاث نقاط تتعلق بهم ماذا نقصد بالسابقين الأولين ثم ما هي بعض صفاتهم ثم ما هي بعض أمثلة أسماء لبعض هؤلاء السابقين الأولين ثم النقطة الثانية أو المحور الثاني سنتعرف على فيه بعض الأذى الذي تعرض له هؤلاء وكيف كان موقفهم وفي النهاية سننظر ما هي الضروس ما هي العبار التي يمكن أن نستفيدها من قصص هؤلاء السابقين الأولين ثم يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم هذه الآية من سورة التوبة إذن سطروا لي على كلمة السابقون الأولون إذن من هم هؤلاء السابقون الأولون وهم من الأنصار وكذلك من المهاجرين من المهاجرين ومن الأنصار إذن عندما بعيت النبي صلى الله عليه وسلم آمن به في البداية مجموعة من الناس سواء من النساء أو من الرجال إذن هؤلاء الذين كانوا سباقين في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بدعوته نسميهم بالسابقين الأولين أي الذين كانت لهم الأسبقية في الدخول في الإسلام إذن تعريف السابقين الأولين نكتب هذا التعريف إذن السابقون الأولون هم مجموعة من الصحابة كانت لهم أولوية السبق في الدخول إلى الإسلام الآن سنرى نمادج سنرى نمادج أسماء لهؤلاء من هو أول من أسلم من النساء؟ أول من قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيب في غار حراء عندما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب خائفا يرتجف وذهب عند من؟ ذهب عند زوجته من؟ إنها خديجة رضي الله عنها إذن أول من أسلم من النساء هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ثم كذلك من الصبيان من الشباب الصغار أول من أسلم هو؟ نعم هو علي رضي الله عنه أيضا من الرجال من هو الأول من أسلم من الرجال؟ هو؟ أبو بكر رضي الله عنه إذن هؤلاء نماذج من الذين أسلموا كانت لهم أسبقية الدخول في الإسلام إذن من النساء خديجة رضي الله عنها من الرجال أبو بكر رضي الله عنه من الصبيان علي رضي الله عنه هؤلاء كانوا من العرب من أهل مكة وهناك من غير أهل مكة كانوا أشخاصهم ليسوا من أهل مكة ليسوا عاربا وكانوا من الذين دخلوا في الإسلام منهم صهيب الرومي صهيب الرومي وكذلك بلال رضي الله عنه فهو كان من الحبشة بلال الحبشي هذا أيضا من السابقين في الدخول في الإسلام وأيضا هناك أسر أسلمت بكاملها مثل أسرة آل ياسر آل ياسر يعني ياسر الأب وزوجته سمية رضي الله عنها وابنهم أعمار وسنرى بعض الأدى الذي تعرضوا له رضي الله عنهم إذن هؤلاء نماذج من الذين أو بعض أسماء السابقين الأولين في الدخول إلى الإسلام رضي الله عنهم جميعا إذن نسجل أيضا هؤلاء ثم ما هي بعض صفات هؤلاء إذا تأمننا في صفاتهم سنجد أولا كيف كان إيمانهم بالله عز وجل صحيح كان إيمانهم إيمانا قوي إذن تصفوا بقوة الإيمان ثم أيضا تعرضوا لمجموعة من الأدى ومع ذلك تحملوا وتجملوا بالصبر إذن من صفاتهم هو الصبر صبروا على مشاق الدعوة أيضا تميزوا بالإخلاص لله عز وجل رغم كل ما تعرضوا له فكان إيمانهم بالله إيمانا خالصا إيمانا صادقا ثم كذلك تميزوا بكيف كانت علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة جدا إذن هذه بعض صفات هؤلاء ندون أيضا هذه الصفات الآن سنرى نقطة تانية نماذج من الأذى الذي تعرض لهؤلاء الصحابة حتى نعرف وحتى نستشعر قيمة هذا الدين الذي أتانا فهناك من ضحى حتى وصلنا هذا الإسلام فإسلام لم يأتي إلينا نحن وجدنا آباءنا والحمد لله مسلمين وفي بلد مسلم وكذا فوصلنا الإسلام لم نعرف قيمة هذا الإسلام ولم نعرف قيمة هذا الدين لأننا لم نكابد ولم نعاني تلك المعانات التي عانا هؤلاء فنحن الآن نحاول أن نعرف ونطلع على بعض ما مر منه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حتى نستشعر قيمة الإسلام وكذلك حتى نقدر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أول هؤلاء تعرفون بلال رضي الله عنه هذا كان من الخدم كان خادما عند سيد من سادات مكة من رجال مكة الذين كانت لهم مكانة وهذا الرجل اسمه أمية بن خلف وبلال رضي الله عنه لما سمع بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن هذا الدين هو دين حق أسلم لكنه أسلم سرا لم يجهر بإسلام أسلم سرا فلما اكتشف أمية بن خلف أن بلال رضي الله عنه قد أسلم وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يعذبه لأن كفار قريش وسادة قريش اتفقوا على أن أي واحد منهم يدخل في الإسلام أنهم سيقومون بتعديبه وسيرغمونه على الرجوع إلى دينهم والخروج من دين النبي صلى الله عليه وسلم إذن بلال رضي الله عنه لما علم سيده أمية بن خلف بإيمانه ماذا فعل به ربط ربط حبلا في عنقه وسلمه لصبيان مكة يطوفون به ثم ذهب به إلى مكان ذهب به إلى جبال مكة كحيث الحرارة الشديدة وكان يضربه بالصياط ويضع فوقه الصخر ويطلب منه أن يرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج من هذا الدين وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صابر يقول أحد 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 يكرر كلمة التوحيد وظل هذا السيد هو أمية بن خلف يعدبه حتى تعب حتى أحس أنه هو الذي يعدب من قوة صبر بلال رضي الله عنه من قوة تحمل بلال رضي الله عنه إذا تخيل هذا الموقف أنت في صحراء أنت في مكان حار جدا وفوقك سخرة عظيمة وتضرب بالصياط حتى أن ظهرك أصبح أحمر وكذلك جلدك قد أصبحت الدماء تسيل منه من قوة هذا الضرب ومع ذلك تصبر وتتحمل إنها قوة الإيمان عندما يتغلغل الإيمان في قلب الإنسان فإنه يجعله يصبر ويتحمل إذا هذا نموذج أول بلال بن رباح رضي الله عنه أول مؤد في الإسلام نموذج ثاني مصعب بن عمير رضي الله عنه هذا كان من شباب مكة كان من أغنياء مكة من الشباب الذين كانوا يلبسون التياب الغالية ويضعون الروائح ذات العطر الجميل وذات التمن المرتفع وكان إذا مر في مكان تعرف أنه مر من خلال الرائحة التي يتركها في هذا المكان لما دخل في الإسلام ما الذي فعلته به أمه نعم إذا انحبسته وجوعته وأرغمته على أن يرجع عن هذا الدين لكنه رفض فطردته من بيتها ومع ذلك لم يستسلم رضي الله عنه وكان رضي الله عنه أول سفير في الإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين جاءوا من المدينة المنورة كي يعلمهم هذا الدين فهذا نموذج آخر من نماذج التحمل نماذج الصبر مثال ثالث رجل يسمى بصهيب الرومي صهيب بن سنان كان يشتغل بصناعة السيوف وهو قلنا ليس من العرب فهذا أيضا دخل في الإسلام وذهب إلى دار الأرقم وأعلن إسلامه فلم يسلم هذا الرجل أيضا رضي الله عنه من أدى المشركين ضربوه واعتدوا عليه وبعد مدة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر فاعترضه كفار مكة وكان دامال إنه كان يصنع السيوف وكانت هذه التجارة تدر عليه مالا فطلبوا منه أن يعطيهم المال فطلبوا منه أن يعطيهم المال وإلا لن يسمحوا له بالذهاب ومع ذلك ما دفع الله رضي الله عنه دلهم على مكان المال قال إذا كنتم تريدون المال اذهبوا فإنكم ستجدونه في المكان الفلاني ودلهم على مكانه ولم يكذب عليهم وتخلى عن ماله مقابلة أو في سبيل نصرة الإسلام ذهب إلى المدينة لا يملك شيئا تخلى عن كل ماله حبا في دين الله ونصرة لدين الله عز وجل هذا مثال آخر ثم كذلك مثال آخر أسرة ياسر أسرة آل ياسر رضي الله عنهم ياسر وسمية رضي الله عنها وعمار هؤلاء عندما علم المشركون بإسلامهم أعدبوهم تعديبا شديدا لهب أبو جهل عليه لعنة الله فربط هؤلاء التلاتة رضي الله عنهم وحبسهم وبدأ يضربهم ويجوعهم وبدأ يضربهم حتى مات ياسر رضي الله عنه من شدة التعديب وكذلك سمية رضي الله عنها طعنها أبو جهل برمح في بطنها حتى ماتت رضي الله عنها وعمار ابنهم أيضا تعرض لتعديب شديد شديد جدا فهؤلاء نموذج في التحمل ونموذج في الصبر مثال آخر صحابي جليل يسمى خباب بن الأرث خباب بن الأرث رضي الله عنه كانت هناك امرأة تسمى أم أنمار بنت سباع الخزاعية كانت تعديبه كانت تقوم بكيه بالنار لكي يرجع عن هذا الدين ومع ذلك رضي الله عنه صبر وتحمل كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الرجل العظيم الذي ضحى بماله وكان من أوائل من دخل في الإسلام أيضا لم يسلم من أذى الكفار فقد ضربوه ضربا شديدا لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح وجهه كله دماء حتى لا تكاد ترى وجهه من كترة الدماء بسبب الضرب الذي تعرض له رضي الله عنه ومع ذلك صبر وضحى فكانت النتيجة أن الله عز وجل نصرهم بعد ذلك ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن سلكوا معهم مجموعة من الوسائل وقدموا للرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من الإغراءات حتى يتوقف عن هذا الدين ولم يتخلى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين رغم كل الإغراءات التي تعرض لها عرض عليه المال والنساء كل هذه الأشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه على حق فقرر كفار قريش أن يقوم بحصار لهؤلاء الصحابة فحاصروهم اقتصاديا واجتماعيا نفسيا من جميع الجوانب فرفضوا أن يشتروا منهم ورفضوا أن يبيعوهم فهذا حصار اقتصادي أيضا رفضوا أن يتزوجوا منهم ورفضوا أن يزوجوهم رفضوا أن يكلموهم وأن يجمعوا بهم فلما ضاق المسلمون بهذا الأمر قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة أن يذهب إلى مكان يسمى بشعب أبي طالب وهو عبارة عن مكان بين جبلين يسمى بشعب أبي طالب ولبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لمدة ثلاث سنوات عانى فيها الصحابة رضي الله عنهم من الجوع حتى أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر من شدة الجوع وقلة المأكل والمشرب إلى أن أتى نصر الله عز وجل دل أيها الأحباب هذه نمادج هذه صور من الأذى الذي تعرض له هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهذا الدل لم يأتي بسهولة وإنما ضحوا في سبيله حتى يصل إلينا فهل عرفنا قدر هؤلاء وهل عرفنا قيمة هذا الإسلام الذي ننعم به علينا أن نستحضر هذه المعاني إذا نحاول أن ندون بعض هذه النماذج حتى تتذكرها كما تظهر عندكم الآن ننتقل إلى آخر نقطة وهي ما هي الدروس والعبر التي نستفيدها أول شيء نستفيده من هذه القصص التي ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم فض كبير كان لهم دور كبير في نشر كلمة التوحيد في نشر هذا الدين في إعلاء كلمة الإسلام فهذا نستفيد هذا من الدروس والعبر التي نستفيدها النقطة التانية أن نقتدي بهؤلاء الصحابة نقتدي بهم في صبرهم نقتدي بهم في محبتهم نقتدي بهم في إخلاصهم وفي نصرتهم لدين الله عز وجل ثم كذلك أن أدرك أن عاقبة الصبر هي عاقبة محمودة يعني هؤلاء الصحابة رغم كل ما تعرضوا له فهم صبر وفي النهاية انتصر الإسلام وأصبح للمسلمين دولة وأصبح الإسلام ينتشر في بقاع العالم فهذا درس من الدروس أي أن بعد المحنة تأتي المنحة بعد العذاب تأتي الراحة بعد الظلم يأتي النصر بإذن الله عز وجل ثم كذلك أن أصبر وأن أتحمل الأدى في سبيل نشر الحق مهما كان هذا الحق ما دام أنه حق وأنا على يقين أن هذا حق فعلي أن أصبر وأن أتحمل وأسوتي في ذلك هؤلاء السابقين ثم أيضا أن أحسن علاقتي بالله عز وجل اقتداء بهؤلاء الصحابة الذين كانت علاقتهم بالله علاقة قوية جدا إذن تكتبون هذه الأمور في مكانها المناسب الآن ننتقل إلى تمحيص الفرضيات ما الذي يجب ما هي الفرضية الصحيحة هل على سلمان أن يتوقف كما طلب منه حسام أم عليه أن يفعل كما أمره مصعب بناء على ما فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من السابقين الأولين نعم جميل جيد إذن عليه أن يصبر عليه أن يتحمل اقتداء بهؤلاء الصحابة السابقين الأولين في الدخول إلى الإسلام إذن كانت هذه نماذج من صبر السابقين الأولين إلى هنا ننتهي إن شاء الله من هذا الدرس وموعدنا في درس مقبل إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية من عنده سؤال أو إشكال فليطرحه في التعليقات وسنجيب عنه بإذن الله عز وجل ولا تنسوا مشاركة هذا المقطع لأن الدال على الخير كفاعله فهناك من التلاميذ من لم يتيسر أو الحصول على مثل هذه الدروس فحاولوا أن تنشروها فيما بينكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته